موسيقى أهلا بكم إلى النشرة الصحية من الميادين وفي عنوينها لليوم دراسات حديثة تكشف أن الحماية المناعية التي يوفرها لقاح فايزر تتراجع بعد شهرين أو أكثر لكنه يستمر في الحماية من خطر الوفاء مرض هانتينغتون حالة وراثية تؤدي إلى تلف بعض الخلايا العصبية في الدماغ والمصابون به يولدون مع خلل جينية مبادرة في السويد لحماية جبل جليدي من الاحتباس الحراري بغطاء من الصوف ونشاء الثراب موسيقى كشفت دراسات حديثة عن الحماية المناعية التي يوفرها لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا تتراجع بعد شهرين أو أكثر وكشفت الدراسة التي نشرتها مجلة نيو انجلند الطبية أن الحماية المناعية لجرعتي فايزر تتراجع بعد شهرين أو أكثر قليلا لكن تستمر الحماية القوية من المرض الشديد أو خطر الوفاء كما أظهرت الدراسة أن النساء يتمتعن بحماية أعلى من الرجال بعد تلقي الجرعتين وأن الأشخاص الذين تعافوا من العدوى ثم حصلوا على التطعيم تمتعوا بفعالية أكبر للقاح نشر تقرير حكومي أرقاما جديدة عن الزيادة السريعة في وصف الأدوية خلال السنوات القليلة الماضية التقرير أظهر أن عشرة في المئة من الأدوية توصف في مرحلة الرعاية الأولية غير ضرورية أو غير ضرورية وأضف أن عشرين في المئة من حالات الإدخال إلى المستشفيات بالنسبة لفئة الخمسة والستين عاما فما فوق تعود إلى الأثار السلبية لوصف الأدوية أقيمت في السويد مبادرة نجحة لحماية جبل جليدي من الذوبان الكامل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة جرت المبادرة في أعلى جبال السويد جنوب الدائرة القطبية الشمالية حيث قام المبادرون بتغطية جبل هيلاجز الجليدي بغطاء مصنوع من الصوف ونشاء الذرة وكانت النتيجة حماية نحو ثلاثة أو أربعة أمتار من الجبل الآن إلى الملف الطبي مرض هانتينغتون هو حالة وراثية تؤدي إلى تلف بعض الخلايا العصبية في الدماغ المصابون به يولدون مع خلال جيني نتعرف أكثر بهذا المرض في هذا التقرير لحبيب عزتي مرض هانتينغتون معروف منذ العصور الوسطى ويندرج ضمن الأمراض الوراثية ويبدأ عبر جين موجود على الكروموزوم الرقم أربعة عندما يفوق عدد مرات التكرار العدد المعتاد أي أكثر من ثمانية وعشرين أما أعراض مرض هانتينغتون فتختلف من شخص لآخر ومنها حركات التواء غير إرادية في الجسد والعين ردود فعل حادة جنون ردود فعل بطيئة اكتئاب وتغيرات في الشخصية يبدأ المرض عادة بعد سن الأربعين إذ تظهر في مرحلة متقدمة أكثر تشووشات في الكلام والبلع والمشي والبصر وعندما تبدأ الأعراض بعد سن الخامس والخمسين تكون هناك صعوبة في التشخيص لأن المشاكل الصحية الأخرى تغطي أعراض المرض أو تموهها ومن المهم معرفة أن علامات الجنون لا تظهر عند كل المرضى فتكون ظواهر عصبية أخرى أو الاكتئاب بارزة أكثر يبحث العلماء كثيرا عن الخصائص الوراثية التي تساهم في مكافحة هذا المرض عند الأسر المصابة ومعالجة الخلل الجيني الذي يؤدي إلى تطور المرض أو إصلاحه وكذلك يبحثون عن الأدوية الملائمة لعلاج المرضى مسار المرض لا يمكن إيقافه إنما يمكن للعلاجات الدوائية المساعدة على التأثير في حدة الأعراض السريرية والاضطرابات النفسية ومن بيروتا ينضم إلينا الاختصاصي في أمراض الجهاز العصبية الدكتور كمال الكلاب أهلا بك دكتور كمال في النشرة الصحية إذن كنا نستمع لهذا التقرير ولكن أريد أن أعرف منك دكتور كيف ولماذا يحصل هذا الخلل الجيني عند الأشخاص ويسبب بالتالي هذا المرض يعني مثل ما سبق وبيّن بالتقرير هذا مرض جيني يعني مرض جيني ناتج عن خلل بالجينات الجينات الموجودة على الكروموزومات في جينة معينة على الكروموزوم رقم أربعة هي إذا كان فيها خلل وإذا كان حجمها أكبر من اللازم وفيها تكرار مثل ما قاله ممكن تفرز مادة اسمها هانتانكتين بكترة وهالمادة ممكن تضر بخلية دماغ بمناطق معينة بالدماغ بالبداية بمناطق الحركة بعدين بمناطق أخرى المشكلة بهالمرض هيدا أنه ما له دواء أولا يعني المشاكل طبعا أنه ما له دواء فعال يوقفه أو يبطئ التطور طبعه وبيؤدي إلى عوارد مختلفة منها حركات لايرادية بتتم باللسان بالإيدين وبالإجران وبالجسم وبتصير تزيد تدريجيا مع الوقت وبعدين كمان بيصير فيه اضطرابات نفسية واضطرابات بالتصرف بتخلي الإنسان يوصل لحالي أحيان ممكن تكون قريبة للخرف أو نوع من الخرف نعم المشكلة الأكبر بالموضوع هي أنه هالمرض هيدا إذا حدا من الأهل مصاب معناتها عند كل ولادي في احتمال 50% أن يكون الولد اللي رح يخلق منصاب بهالمرض نعم في هذه الحالة فقط هل يمكن الكشف مبكرا عن هذا المرض؟ أكيد وهيدا بده ياخدنا على نقاش الهمية اللي هو بأخلاقيات الطبية لأنه هالمرض ما بيبين إلا بعمر 30-40 بين 30 وال40 سنة عوارضه الواضحة إذا نحن فينا نعمل فحص قبل ما تبدأ العوارض ونبرهن أنه موجود في خلل بهالجيني هيدا جيني المسؤولي عن المرض على الكروموزوم رقم 4 المشكلة الأخلاقية أنه نحن عم نقوله للمريض بده يصير معك مرض ومرض خطير مرض ما له علاج بعد 10-20-30 سنة حسب العمر اللي بيعمل فيه هيدا الفحص هيدا بتخلق إشكالية كبيرة عادة بتخلق إشكالية كبيرة لأنه متكأنه عم نعطي حكم أعدام مؤجج هل هناك حالات ممكن أن يكون عندها هذه المشكلة في الجينات ولكن لا تظهر عليهم أبدا أعراض المرض يعني عندما نبحث مبكرا شخص لديه في العائلة حالة مصابة بهذا المرض ونقول أنه ممكن أن يكون انتقل إليه وراثيا بالضرورة يجب أن تظهر الأعراض أم لا هالجينة هيدا فعالة كتير بشكل أنه يعني من النادر 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 أنه يلي بتكون الجينة عنده مضطربة أنه ما يعمل هالمرض هلأ درجة التكرار بالجينة يعني إذا كانت الجينة طويلة شوي أو طويلة وسط أو طويلة كتير بتحدد إذا المرض رح يبدأ أبكر ورح يكون أشد وأصعب بس لما بتكون هالجينة موجودة معنيتها أنه مبدئيا المرض بده يحصل المشكلة أنه هالمرض بيبلش بعمر 3040 بيكون الإنسان يلي ما معه الخبر بيكون تزوج وجيبه لدي قبل ما يعرف أنه هو عنده هالمرض إذا ما كان عامل الفحص الاستباقي وساعتها بيكون لما يكتشف المرض عنده بيصير في نوع من الهلع عند العيلة وعند الولاد أنه إذا بي يصار معه هيك بعمر الأربعين أنا رح يصير عندي ولا لا ساعتها الولاد عادة بيطلبوا أنه بس يكبروا بيطلبوا أنه يعملوا الفحص الجيني يعرفوا حالهم بس أكيد لما بيعرف حاله أنه إذا طلع الفحص سلبي بيكون كتير منيح لأنه بيكون طمّن بيله المريض أنه الولد رح ييش عمره كله سوا ما عنده مشكلة بس إذا طلع الفحص إيجابي في ضغوطات نفسية كبيرة هالفحصات الجينية يجب أن تلعملهم من شروط معينة مع مرافقة نفسية عادة طيب دكتور هل يجب على كل شخص أن يجري هذا الفحص قبل الزواج أم أنه فقط من لديهم حالات معينة في العائلة فقط من لهم حالات معينة في العائلة من النادر 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 جدا أن يحصل تحول عند شخص أهل ما عنده إيه نعم وحتى لما بيصير فيه ولد بيصير عنده هانتينج شخص بعمر 30-40 بيصير عنده هانتينجتون وأهل ما عنده هانتينجتون قد يكون حدا من الأهل أصيب بمرض نشيف معين وأغفل فيه تشخيص هانتينجتون ما هي الأمراض التي يمكن أن تكون تم إحمال فيها تشخيص هذا المرض؟ لا فهمت السؤال الآن تحدثت أنه إذا أحد أصيب وهو بعمر 30-40 وليس لا يوجد أي أحد من أفراد أسرته من والديه مصاب به هانتينجتون هذه شغلة نادرة كثير كثير نعم ولكنك ذكرت نقطة أنه قد يكون أحد الوالدين أصيب بمرض آخر شبيه شبيه ما هي الأمراض؟ أسأل عن هذه الأمراض الأمراض هي كل الأمراض التي بتعطي حركات لا إرادية في الجسم يعني كل اللي نسميه عددهم كبير كثير ولكن لديها أعراض مشابهة يعني تتحدث عن أمراض لديها أعراض مشابهة فقط في ضمن هذا الإطار طيب دكتور إذا أردنا أن نتحدث عن آلية تشخيص هذا المرض كيف يتم تشخيصه؟ التشخيص هذا المرض بالأساس سريري يعني ما في عنا فحوصات مخبرية أو صور ساعدنا بالتشخيص التشخيصه سريري يعني نحن عندما نشوف المريض وناخد قصته وناخد قصة أهله ونشوف حركاته ونفحص قدراته العقلية ساعتنا نحن نستنتج أنه هايدي هايدي كوريدو هانتيتو صورة الإير أم لما بيكون المرض متطور شوي ممكن تفرجي ضمور بالعقد العقد الصغيري الداخلية تبع الدماء يلي هي بتنصاب بهالمرض إنما التشخيص عادة بيكون تشخيص جيني يعني عمل الفحص الجين طيب إذا أردنا أن نتحدث أيضا عن يعني المرض ترافقه حالات نفسية كما تبعنا بالتقرير كيف يمكن أن نتعامل مع شخص في العائلة مصاب بهذا المرض أكيد نحن لما بيكون لما ما بيكون فينا إليش فعال نعطيه منقول دورنا بمساعدة المريض خفيف بينما دور العناية الطبية اللي بتصير بالبيت بيكون كتير كبير ولها سبب نصرف وقت حتى نعطي نصايح للأهل كيف لازم يتصرفوا مع مريضهم يعني كيف لازم يتجاوبوا معه كيف لازم يتصرفوا حتى ما يكون في حدي بيتصرفه حتى يكون في نوع من الرواء في البيت ويعيش سعيده بكرامه يعني مثلا بعطيت التعطيكي مثلا ما فيك تعين دي كتير إذا عينة تيكي المقلوب يصير عنده موجة نوبيت غضب بينما بالغنج بالكلام كلم العاطفي إذا بديك لغة العاطفي تستطيع أن تخفف من العنف الموجود بينما لغة المنطق لا تنفع نعم يعني في الحالات المتطورة هل يمكن أن يصبح الأشخاص المصابين بهذا المرض خطيرين على المحيطين به بالإجمال لا لأنه برافق التطور نوع من شلل نوع عدم القدرة على المشي وعلى استعمال الإيدين أو يعني الانخفاض بالقدرة الحركية بيخلي أنه وقت بيصيروا بهذه الحالة بيصيروا عندهم نوع من العنف ما بينهم القدرة الحركية أنه يقدروا يضروا غيرهم نعم طب دكتور إذا أردنا أن نتحدث أيضا عن آليات العلاج اجتحدثت بأنه لا يوجد علاج لإيقاف هذا المرض ولكن الأدوية التي تعطى على ماذا تركز أيضا إذا كان الشخص لديه أمراض نفسية مصاحبة لهذا المرض مثل الاكتئاب مثلا كيف يتم التصرف معه؟ هو الاكتئاب جزء من مشاكل المرض يعني نحن لما بيكون في مشاكل نفسية بنا نعالجها بنا نعالج هالمشاكل النفسية بالأدوية يعني إذا فيه اكتئاب بنا نعطي أدوية للأكتئاب إذا فيه عنوش بنا نعطي أدوية ضد العنف بس هؤدي كلهم أدوية يعالجون العوارض ولا يعالجون السبب هلأ العلاج السبب صار فيه تجارب كتير يعمل تصير للأسف يعني من وقت اللي دكتور هن تينغتون وصف هالمرض لهلأ فهمنا كتير المرض بس ما صار فيه تقدم مثل ما صار بفهم المرض ما صار فيه تقدم بالنسبة للعلاجات التي ممكن أن تشفي أو تخفف فعالية تطور المرض سرعة تطور المرض هلأ فيه دراسات عم بتصير على العلاجات الجينية مشكلة العلاجات الجينية بمرض هن تينغتون عادة لما بيكون فيه جيني ناقصة فينا نجرب ندخلها بواسطة فيروس فيكتور على الخلية بس لما بتكون الجيني موجودة وهي غلط وحجمها كبير كتير بدنا نستعمل وسائل أخرى جينية حنقدم نضبط له وظيفتها وهي دي بعد ما قدرت الطبي تتواصل لا إلا لحد هلأ نعم يعني التجارب كلها عملت على هالتجارب جينية بعدها بمرحلة الحيوان التجارب على الحيوان طب إذا أردنا أن نتحدث أيضا عن انتشار هذا المرض يعني هل هناك إحصائيات لعدد المصابين فيه حول العالم مثلا؟ أكيد تفضل أطلعنا عليها دكتور اللي من سميه بريفالانس يعني إبايش فيه بوقت معين على مئة ألف شخص كم بيكون في شخص مصاب بهالمرض البيفالانس تتراوح بين الاثنين ونص والخمسة ونص يعني بمعنى آخر على مليون شخص بيكون في خمسة وعشرين للخمسة وخمسة منصبين حسب المناطق وحسب لأنه هولي بيصيروا بكلستر بيصيروا بتجمعات عنقودية بعيال معين نعم طيب دكتور أريد أن أستوضح منك نقطة كنا حتحدثنا فيها فيما يخص أن يكون المريض خطيرا على المحيط أنت قلت أنه في العادة يرافق هذه الغضب أو النوبات العصبية المختلفة يرافقها ضعف بالحركة بمعنى أنه هم خطيرين ولكن ضعف الحركة ممكن أن يمنعهم أم هم لا يشكلون خطرا أصلا حسب بالمرحلة الوسطية من المرض بيكون بعد عندهم قدرات حركية وممكن العنف تابعهم يكون يسبب ضرر لقلهم أو غيرهم بس لما بيتقدم المرض صعوبات الحركية بتمنعهم أن يقدروا يقزوا غيرهم طيب دكتور أيضا هذا المرض هل يؤثر على عمر الإنسان هل يمكن أن يكون مسبب لوفاة مبكرة للأشخاص المصابين فيه؟ أكيد هالمرض بيقصر عمر الإنسان لأنه طول المرض عادة بيتراوح بين الخمس سنين والخمسة عشر أو عشرين سنين لما بيبدي هالمرض بين عمر الأربعين والخمسين ما بيوصلوا للخمسة وستين أو السبعين عادة وفي أحيان كثير يموتوا بالخمسينات أيضا أسأل عن من لديهم في العائلة أشخاص مصابين بهذا المرض كيف يجب عليهم لأن وجود شخص مصاب بمثل هذا المرض هو متعب جدا ومرهق نفسيا وعاطفيا اجتماعيا ربما من كل النواحي حتى ربما ماديا فيما يخص الأدوية على الأشخاص الذين يقومون برعاية المريض كيف يمكن مساندة هؤلاء الأشخاص وكيف يمكن عليهم أن يتجهوا أو يستخدموا أسليب معينة يقومون بأمور معينة تعدهم يخففون من وطأة وجود مريض ضمن العائلة مصاب بهانتينغتون الموضوع اللي اتطرقت لقله مهم كتير سبق وقلت أنا أنه نحنا إذا دورنا نحنا بالأدوية ضئيل دور العناية من الأهل هو كبير كتير إنما هالعناية بتطلب حضور دائم وانتباه دائم بيضل الإنسان على أعصابه وعلى سلاحه وبدو يضلي يحمي من أنه يعمل غلط مشين ما يضر حاله أو يضر غيره هاي دي مرهقة كتير يعني منسميها هالأشخاص اللي بيعطنوا فيهم بيعطنوا شي منشتما كيرجيفرز بيرن أوت بيحترقوا مثل الشمعة وفي نصائح أكيد نعطيهم إيها حتى ما يصير هالكيرجيفرز بيرن أوت يعني يعرفوا ياخدوا فرصة من وقت الوقت يعرفوا كيف بدون يتعاملوا معه يعرفوا شو هو الهدف إذا كان الأهل اللي بدون يعطنوا بمريضهم فكرين إنه بدون يرجعوا ويردوا متل ما كان قبل بدون يتعبوا نفسيا كتير لما بيقبلوا إنه هالمرض عم بيزيد ومقلوا دوا وإنه نحنا الهدف رح يكون بالنسبة لمريضنا إنه يعيش بسعادي وبكرامي بس وما يرجعوا تشوفوا متل ما كان أول هاي بتساعدون كتير وأكيد في وسائل أخرى كمان في ببعض البلدان بيعملوا متل نوادي نهارية لها المرضى هاودي بيقضي المريض جزء من النهار بهالنادي النهاري هاي بتخفف عبق عن العيد دكتور باقتضاب لو سمحت هل يعي مريض هانتينغتون إنه يسبب هذا النوع من العبء وأنا آسفة على استخدام هذا المصطلح لمن هم حوله؟ درجة الوعي بمرضه جزئية نعم يعني ما بيؤدر تماما بايش قوة مرضه وشو رح تكون نتيجتها على المحيط نعم أنا سألت هذا السؤال لأنه عادة يعني المريض عندما يشعر بأنه يسبب عبء للآخرين هذا يزيد من الحالة النفسية السيئة والشعور بالذنب ربما لذلك سألت عن هذه النقطة شكرا جزيلا لك دكتور كمال الكلاب الأخصائي في أمراض الجهاز العصبي كنت معنا من بيروت شكرا تلقى أطباء حول العالم تنبيهات بخصوص تناول المنشطات الجافة المنتشر بين مرتدي القاعات الرياضية وشاعت بين ممارس الرياض ظاهرة تناول مصاحق المكملات الغذائية الجافة بدلا من نقعها في الماء وشربها وفق توجيهات الصانع ويخشى باحثون أن يجرب المراهقون تناول المكملات الغذائية الجافة متأثرين بسلسلة من الفيديوهات المنتشرة خصوصا على تطبيق تيك توك بهذا تنتهي النشرة الصحية لهذا اليوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة